هل الصحة النفسية ممكن يكون لها تأثير عضوي؟ ممكن ما سيكون لها تأثير على القلب، تأثير على... فقال مهم جدا لقوا إنه مفيش مرض عضوي لا يدخل في إحداثه أو تدهوره الحالة النفسية يعني أغلب الأمراض الشهيرة الحالة النفسية عنصر أساس فيها السكر، الضغط، الأمراض الجلدية كلها، الأمراض المناعية كلها السرطان والرماطايد وكل الأمراض المناعية الأمراض الجهاز الهضمي كلها، أمراض الجهاز التنفسي كلها كلها فيها العامل النفسي طبقه بحسب تدهور الحالة أو تأثيرها بشكل كبير هل ممكن لو الإنسان خف من الناحية النفسية وتعالج نفسيا هل من الممكن يخف لو كان بيشتكي من مشكلة ما في جسمه؟ آه يعني ده صحيح بيحسن الحالة الجسدية يعني نسبة الوفيات في الناس اللي بيصابوا بأزمة قلبية لو جالهم اكتئاب مع الأزمات القلبية أو جالهم قلق بتبقى حوالي 60% نسبة الوفيات والمرض النفسي بالمناسبة بيأصف عمر المريض أو بيأخذ من عمر المريض من 10 إلى 20 سنة ده غير إنه بيأثر حتى على أداءه وإنتاجيته والأمراض النفسية تؤثر في الإعاقة من مبين كل الأمراض بتختص بـ 30% من الإعاقة وفي نفس الوقت برضو بتختص بـ 30% من التكلفة يعني في المنظمة الصحر العالمية عملوا دراسة لقوا إنه الأمراض المزمنة من سنة 2010 إلى سنة 2030 هتستهلك حوالي 47 تريليون دولار في الفترة دي طب الأمراض النفسية تاخد كم من 47 تريليون؟ 16 تريليون دولار يعني طولت كل الأمراض المزمنة الأمراض النفسية هتستهلك 16 تريليون دولار وعشان كده ألواء يا معا ده ده ثقب أسود كبير بيمتص الاقتصاد العالمي وبيمتص الطاقة الإنسانية والإبداع الإنساني وكل الملكات الإنسانية فمن هنا انتبهوا يعني كل دول العالم مخاطبة من منظمة الصحة العالمية بالانتباه وتخصيص ميزانيات للصحة النفسية أو لعلاج الأمراض النفسية احنا بس عندنا مشكلة تانية مهمة كبيرة جدا اللي بيصابوا بالأمراض النفسية نسبة قليلة جدا منهم اللي بيعالجوا يعني بيقولوا من نصف في المية لتلاتة في المية اللي هيروحوا للطبيب نفسي عشان يتعالجوا اللي هو أهل الاختصاص طب ما البقين بيروحوا فين؟ بيتجاهلوا المشكلة؟ يا إما يتجاهل المشكلة وما يخدش باله أن ده مرض نفسي يا إما يروح بقى للدجالين للمشعوزين لفك الأعمال اللي بيحش العفاريت مش عارف إيه أو يروح لأي حد غير الطبيب النفسي فبالتالي بتتأخر فرص العلاج للمرض النفسي ويتوه بقى في دهاليز كتير جدا لحد ما يوصل لحالة مزمنة